تختلف جزيرة فرسان عما حولها إن لزرقة مياهها أو لتميز أرخبيلها الذي يبعد ثمانين كيلو مترا عن جازان والأهم هو ابنها إبراهيم مفتاح الملقب بموسوعة فرسان الذي حول بيته متحفا يحفظ للجزيرة تاريخها وينقذها من أن تسقط طي النسيان كل ما في الأمر موضوع موضوع هواية هواية بدأت منذ الصغر كما قلت لك قبل قليل ثم عندما كبرت وتوسعت مدارك وجدت أن الآخرين لا يعرفون جزر فرسان لا يعرفون فرسان يفكرون أو يظنون أنها قطعة تضرب الأمواج في جدران بيوتها إرث يرجع إلى أكثر من ستة آلاف عام حفظ بين جنبات تلك الغرفة الصغيرة مذكرا زائرها بمن استوطن ومر واندثر ليبقى إبراهيم جامعا لما أهمله الآخرون حجر فرسان هش ما صمد العوامل التعرية لأنه عبارة عن شعاب مرجانية لكن بقيت هناك كتابات إسلامية لا إله إلا الله محمد رسول الله وقبلها بسم الله الرحمن الرحيم حضرات وحقب زمرية مختلفة بين الحميارية والرومانية والإسلامية وصولا إلى العصر الحديد جمعت لتحفظ الإرث الإنساني للجزيرة من الاندثار من لا ماضي له لا حاضر له كثير من الناس الآن مفتتنين بمستجدات العصر ومستجدات العصر ليس من طنعنا للأسف الشديد نحن الآن عبارة عن مستهلكين وإذا كاننا نفخر فيجب أن نفخر بماضينا الذي يجب أن نبني عليه مستقبلا للتاريخ ألف وجه ووجه ولفرسان باب واحد يفك لغزه الأثري أبراهيم مفتاح من فرسان عاد العيدان العربية جزاة